وسط توتر عسكري مع الصين تايوان تستقبل وفدا من الكونجرس الامريكي بعد ايام قليلة من زيارة رئيسة مجلس النواب للجزيرة ما قال يزيد من صب الزيت على النار في منطقة ملتهبة وفد الكونجرس وصل تايوان في زيارة تستعرق عمين يجتمع خلالها مع الرئيسة ساي انجوان ونشرت وزارة خارجية تايوان صورا لاربعة من اعضاء الوفد لدى استقبلهم في مطار سونجشان وسط طيبيه السفارة الامريكية في طيبيه قالت ان السيناتور ايد ماركي يرأس الوفد الذي يقوم ايضا بما وصفته السفارة بانها جولة اوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي متحدث باسم البيت الابيض لشؤون الامن القومي يصرح بان اعضاء الكونجرس يزورون تايوان منذ عقود وسيواصلون القيام بذلك نضيفا ان مثل هذه الزيارات تتفق مع سياسة صين واحدة التي تؤيدها الولايات المتحلة منذ فترة السفارة الصينية في واشنطن استنكرت الزيارة ودعت اعضاء الكونجرس بالتصرف بما يتصق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الامريكية معتبرة ان زيارة اعضاء الكونجرس تثبت مرة اخرى ان الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان وتجري بكين التي تقول ان تايوان جزءا من اراضي الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة التي قامت بها لتيبيه هذا الشهر نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكية اشتركوا في القناة